هذاني ميسيان واحد أصلي والثاني شاب إيراني اسمه رضا بارزيتش ذعى صيته في البلاد قبل سنتين وشغل مواقع التواصل الاجتماعي الشبه كبير بينهما ليس كذلك؟ نال الشاب الإيراني شهرة واسعة هذا هو على ما أظن نال شهرة واسعة وتهافتت عليه المشجعات والمشجعون للفوز بصورة سيلفي معه إلى درجة تدخل الشرطة الإيرانية واستجوابه ثم إطلاق سراحة عادت قصة رضا بارزيتش لتشغل المنصات والمواقع بأن تهمة الاقتصاب وجهت له في إيران بعد شكوى تقدمت بها 23 امرأة قلنا إنه غشهن واستغلهن جنسيا استندت التقارير إلى مصادر مختلفة لكن أهمها هذه التغريدة من قناة إنسوليد تيفي الفرنسية وقد حققت هذه التغريدة حوالي 4000 إعادة تغريد الاغتصاب في إيران عقوبته الإعدام شنقا وأمام الملأ فما بالكم إذا تعلق باغتصاب واستغلال 23 امرأة إيرانية هؤلاء المتفرجون كلهم يحضرون مشهد إعدام أحد المغتصبين جاء في التقارير أنه كان يستدرجهن ويواعدهن بعد أن يقنعهن بأنه ميسي الحقيقي ميسي الأرجنتيني يقول لك لأحمد إسماعيل ميسي الأرجنتيني فنان في لعب كرة القدم وميسي الإيراني فنان في صيد النساء هذه تغريدة من علي يقول استدرجهن إلى فراشه بعد أن أوهمهن بأنه ميسي الحقيقي إحدى الضحايا قالت كل ذلك كان كذبة لقد حطمني للأسف أن يتم هذا الشيء أتوقع خارج إيران يتحدث عن ميسي المذيع لأن السلطات الإيرانية تطارد هذا الشخص أما بالنسبة لسلامة فيقول لك عند أسئلة كثيرة أولا شلون أقنعهم تكلم معهم إيراني وما تسألوا شلون ميسي يعرف يحكي فارسي ولا بالإشارة أو فهمه واسم يقول هذا يعني لو ميسي الحقيقي عادي يأخذ راحته وهذا عشان طلع مزيف اشتكوه أجل تستاهلون إنه ضحك عليكم طبعا لا ضحك عليهم ولا هم يحزنون رضا برزيتش قرأ الاتهامات وترك فيديو على صفحته على انستجرام فاندى فيها كل ما في هذه القصة استمعوا إليه أصدقاء العزاء هناك خبر مزيف يتم تداوله الآن في مواقع التواصل الاجتماعي بأنني اغتصبت 23 امرأة وهنا أقول لكم إنه لا يجب التلاعب بسمعة الآخرين أرجوكم لا تحكموا على أي شخص بلا دواعي وبما يمس سمعته لو كان الخبر صحيحا لما كنت أسجل لكم هذا الفيديو بل لكنت في السجن سوف أقوم بمتابعة قضية هذه الأخبار بمساعدة النظام القضائي في الحقيقة القناة التي بثت التغريدة إنسوليت تيفي هي ليست قناة فرنسية معروفة هي فقط حساب على تويتر الطالب الإيراني لم يستغل 23 امرأة جسدية وقال إن عائلته كلها تعرضت للإساءة بسبب الأخبار الكاذبة التي تسبب فيها تشابه مع ميسي ولم توجه له أي تهمة بالاقتصاب التشابه جلب له وبعض الشهرة على المنصات والعمل في الإعلانات القصة كلها خبر كاذب